مع الملف الفلسطيني دائما طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال والإعدامات الميدانية على الطرقات وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رمالة صدح أمس أن الأمم المتحدة تملك أكثر من أربع مركبة وأكثر من ألف موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين وتوثيقها لمحاكمتهم ورسلنا شعي بيوسف بعث بالتالي ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني والإعدامات الميدانية على الطرقات وتصاعد إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين والتي كان آخرها الدهس المتعمد للشقيقين الشهيدين محمد ومهند مطير فإننا نطلب من طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين نشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف من قبل المستوطنين الأمم المتحدة تملك أكثر من أربعمائة سيارة وأكثر من ألف موظف ويمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أممويين لرصد تصرفات الجيش والمستوطنين وتوثيقها لغرض محاكمتهم